موسيقى أعزائي المشاهدين أهلاً ورحباً بكم ونألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي الأمم المتحدة قبل أيام وكانت تحدث عن قضية الزراعة في العراق قالت أن العراق يفقد 100 ألف دونم سنوية من أراضيه بسبب التصحر طبعاً تعليقاً على ذلك قال رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح أن العراق سيخسر 54% من أراضيه الزراعية بسبب التملح قريباً والتصحر قالت والتصحر يزحف إلى كافة المناطق الخضراء طبعاً لم يقل ماذا هم فاعلون ما هو السبب لماذا ما هو دورهم ما هي المشاكل التي يعاني منها العراق والأراضي الزراعي لم يقل هذا طبعاً مثل ما هو معلوم الدول تسعى لحماية زراعتها وتأمين مزارعها من الأضرار وتوفير أكبر الدعم للفلاحين والمزارعين والرعاية وتوفير أفضل الإمكانيات لكي ينجحوا في عملهم لكي يطوروا من عملهم لكي يزيدوا من غلتهم وأنتاجهم كل الدنيا تعتمد على الزراعة كل دول الدنيا تجد في الزراعة مورداً كبيراً ومورداً اقتصادياً مهماً وأساسياً يجب الحفاظ عليه وكل دول الدنيا تسعى لتطوير زراعتها لأنها فيها أمن الغذائي لشعبها إلا في العراق العراق بلد السواد الذي كانت تضرب به الأمثال وبلد الزراعي تحول إلى بلد مستهلك مستورد لكل شيء وبالتالي من عام 2003 لحد الآن الزراعة من سيئ إلى أسوأ الأراضي الزراعية تتراجع الزراعة تتراجع الفلاح يعزف عن الزراعة لأسباب كثيرة أولاً أسباب الفقر ثانياً هجرة الفلاحين من أراضيهم وترك أراضيهم وذهاب إلى المدن لإيجاد عمل البطالة العالية الشديدة لأن الفلاح عندما ينتج ويزرع يحتاج إلى دعم يحتاج إلى أسمدة يحتاج إلى بذور محسنة وبذور جيدة يحتاج إلى دعم مادي ومعنوي ومكننة زراعية حديثة كل هذه غير متوفرة الدولة غير معنية بها أو لا حتى التخصيصات عندما ترى التخصيصات في الموازنات التي طريحت في العراق من عام 2003 لحد الآن ستجد أن تخصيصات للقطاع الزراعي تخصيصات لا تكاد تذكر فبالتالي لا يوجد اهتمام بالزراعة القضية الأخرى أن باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه والسوق العراقي يعني مغرقة بكل أنواع البضاع الأجنبي وخاصة الإيرانية والزراعية منها يعني لا مزارع وحراق المزارع والحنطة وهذه إضافة إلى نعم هناك أزمة مياه قلة مياه وهذه تعود أيضا إلى أسباب سياسية لو كانت الدولة لها هيبتها لو كانت الحكومات لها هيبتها وسلطتها وعلاقاتها الدولية وعلاقاتها الإقليمية وتأثيراتها الإقليمية والدولية لما كان أحد يستجري من اللعب بمواردها المائية بالعكس كان يخطبون ودها ويحاولون أن يقدموا لها كل ما يعينها لكي تقابلهم بشكل أو بآخر بمزيد من التعاون دول العالم كلها تستفيد من العراق لكن العراق لا يستفيد من أحد لأن لا أيبة لا قيمة للعراق لا قوة للعراق العراق ضعيف وعندما تنظر كل الحكومات الإقليمية التي لديها مواردنا المياهية التي لديها أسواق وتدر علينا منها عندما تلاحظ هذه الحكومات متفتتة والقوى السياسية التي تحكم العراق فاسدة ومخربة ومدمرة مرتبطة بجندات خارجية ولا أهم لها على الوطن ولا ترعى مصالح الوطن ولا الناس بالتالي لماذا ترعى الدول الأقليمية وحكومات الدول الأقليمية مصالح العراقين وشؤون الوطن العراقي بالعكس هذا الحال فالقطاع الزراعي يمر بأسوأ حالاته بأسوأ فترة في حياته يفقد في كل يوم أراضي كبيرة شاسعة تملح وتصحر وبالتالي عندما تنظر إلى الأراضي الزراعية ربما إذا قدر لك أن تكون في الجو تنظر ستجد أن أكتاف النهر القريبة جدا ربما تجدها خضراء ربما تجد فيها زراعة والباقي كلها متصحر ومتروب يعني حتى الأراضي التي الآن ممكن أن تزرعها وتوفر فيها المياه لا أحد يزرعها لأن مفائدة أن يزرع الفلاح ويأتي بثماره بإنتاجه وينزل به إلى السوق ويجد أن سعره أعلى من سعر المنتج الأجنبي يعني ينتج البيتنجان وينتج الطماطة وينتج الحنطة وما موجود في السوق من هذه المواد شبيهتها استيرادات خارجية أرخص السعره فبالتالي منافسته مع هذه البضاعة الأجنبية معدومة سيخسر وبالتالي سيدفح والثمن لذلك يترك هذه المهنة ويترك الأرض ويذهب بعيدا عنها وتترك هذه الأرض هذا ما يحصل الحقيقة هذه هذه جملة القضايا لا مكنة زراعية بذور أسمدة غير متوفرة رعاية غير متوفرة بذور جيدة غير متوفرة تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية كثير من الأراضي جرفت لتحويلها الحكومة حولت أخذ هذه المناطق المحيطة بالدورة هذه كلها كانت أراضي الزراعية والتابعة للحكومة يمسيطر عليها أجهات حكومية أخذتها وحولتها إلى أراضي سكنية فبالتالي قطع الأشجار تغير المناخ هذا كل يؤدي للتصحر يؤدي إلى ضياع كل الدنيا تؤمن أن هناك ثلاثة عوامل مهمة لدعم الاقتصاد هي الزراعة والصناعة والتجارة نحن ليس لدينا لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة انتهت هذه كلها لدينا نفط لدينا اقتصاد رائعي نعتمد على النفط وعال chairs يأتي النفط وعموالها يذهب إلى الفساد وليذهب العراقي كل الموارد الان موارد هانية وليس استراتيجية زراعة مواردها استراتيجية الصناعة مواردها استراتيجية التجارة ماهربها اسراتيجية هذه لا يفكرون فيها لانهم لا يفكرون بغدل الوطن بمستقبل المواطن بحاضر مستقبل المواطن لذلك نجد العراق من سيئة إلى أسوأ لذلك نجد أرض العراق ذاهبة إلى التصحر ذاهبة إلى الياباس وتحول العراق والعراقيين إلى مستهلك ومستهلكين ويعتمد على غيره وبالتالي هذا يزيد عليه القيود ويجعله مقيداً بسياسات وتوجهات وقيود كبيرة جداً جداً بسبب حاجته إلى المواد الغذائية بسبب حاجته إلى كل ما تحتاج حياته اليومية وحياة أطفاله وحياة شعبه ووطنه تحتاجها من الخارج فبالتالي يعتمد على الخارج ويجبر على التعامل مع الآخرين بانكسار وبنفس المنكسرة لأنه غير قادر على أن يوفر المواد إذا ما حاول أن يكون نداً لهم سيخسر هذه القضية وبالتالي سيجوع العراق هذا العراق أبو الخيرات وضعوه في حالة غربة مع نفسه ومع كل موارده حقيقة وبالتالي هو معرض للانهيار التام بسبب هذه السياسات الخاطئة وبسبب الفساد والخراب والدمر هذه حقيقة الأرض الزراعية في العراق وهذا حقيقة التصحر ومن المسؤول عنه أشكركم شكراً جزيلاً وألتقيكم في حلقتنا أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة